بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس لأن بذن الله سنستكمل درسنا في الحصة الماضية سنأكد على بعض المعلومات بذن الله ونأخذها بالتفصيل بشكل أكبر بذن الله ونحاول نطبق مع بعض المهارة ونأكد أيضا لابد من توفير عام الأمن والسلامة اللي ذكرناها في الحصص الماضية ونحاول نوفرها الآن مع بعض عشان نقدر نطبق بذن الله مع الصور والمقطع التوضيحي بشكل صحيح وآمن مع بعض الآن نستذكر مع بعض بشكل سريع وإش الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس ونأخذناها في الحصص الماضية ونستذكرها بشكل جدا سريع ممتازين أبطال نبي نستذكر رقم واحد عندنا ممتازين أبطال عندنا النوم الكافي ليلا نحاول نحرص نحن دائما نام بيش بوقت الليل رقم اثنين دائما نحرص عليش لبس الرياضي المناسب وإيضا شرب الماء بكمية كافية وإيضا الغذاء الصحي بإذن الله نحاول ناكل الغذاء الصحي ونحن ذكرناها في الحصص الماضي وأكدنا عن بعض النقاط أيضا وأخيرا اختيار المكان المناسب هذه كلها الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية ننتقل مع بعض الآن وستذكرها بشكل جدا سريع كما قلنا هذه الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية والدفاع عن نفس كما قلنا الرقم واحد حرص على النوم الكافي ليلا وأيضا التغذية الجيدة من الخضروات والفواكه واللحوم وغيرها من المغذيات المتمدنة بالطاقة وأيضا شرب الماء بكمية كافية وأيضا ارتداء الملابس الرياضية المناسبة وأيضا اختيار المكان المناسب وتهيئته والآن نبي من الجميع يكون جاهز لتأدية التمرين الرياضية نبي الجميع الآن يكون واقف وجاهز ولابس الزي الرياضي المناسب واختاروا المكان المناسب عندنا التمرين الأول المشي بالمكان بسرعة خفيفة نبي الجميع الآن يكون واقف الوقوف الصحيح مثل أيضا ما تعلمنا وقوف تدرعين تكون بجانب الجسم الغدمين تكون متجاورة والنظر إلى الأمام نجنب نحن النظر إلى الأسفل أو إلى الأعلى دائما نكون نظرنا إلى الأمام مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ومتازين بشكل جدا بسيط ستة سبعة تمانية تسعة عشرة نستمرتنا الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال نخطو الأمام نرجع مرة ثانية ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف نريح مع بعض ممتازين ننتقل الآن إلى التمرين الثاني مع بعض تمرين الثاني بشكل جدا بسيط وقوف الذراعين عاليا ثم ناخذ خطوة إلى جهة اليميذ هم اللمس باطن القدم ورجوع وقوف الذراعين عاليا ثم الجهة الأخرى جاهزين مع بعض الجميع ممتازين أبطال تمرين ابتدي واحد بشكل جدا بسيط ما نبيه سرعة ممتازين اثنين ثلاثة أربعة ممتازين ذراعين عاليا خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية أبطال ذراعين عاليا تسعة عشرة أبطال أستمر الجولة الثانية بشكل جدا بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة آخر عشرة قف تمرين ثالث وقوف بشكل جانبي ذراعين عاليا ومد القدم بشكل مستقيم ولمس الركبة والرجوع وضع البداية ثم القدم الأخرى جاهزين مع بعض أيضا منبهنا سرعة لنحرك الجزء العلوي والسفلي من الجسم بشكل جدا بسيط الجميع جاهز ممتازين أبطال ذراعين عاليا مع بعض تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة تمانية تسعة أبطال تسعة أبطال تسعة أخير عشرة قف تمرين تمرين الرابع وقوف ذراعين جانبا تحريك الذراع من مفصل الكتف إلى الأمام بشكل دائري بشكل بسيط مع بعض ذراعين جانبا الوقوف بشكل صحيح دائما نحرص دائما الوقوف بشكل صحيح ظهر مستقيم ما يكون منحني إلى الأمام مع بعض تمرين ابتدي واحد امتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة تمانية امتازين تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض في المكان والصحيح ممتازين ريح الشهيق والزفير مع بعض هناك دائما يكون الشهيق عن طريق الأنف والزفير لأخراج الهواء عن طريق الفم مع بعض ممتازين مرة ثانية أخير ممتازين نعطيكم العافية ننتقل الآن إلى درسنا اليوم نؤكد أيضا عن موضيع فصل الدراسي الأول نتكلمنا حنة الوقوف الصحيح ونؤكد عليه وأيضا درسنا اليوم الاتزان المنخفض على الركبة والساق وأيضا بدلنا السبوع القادر نتكلم عن دحرجة الكرة باليدين وأيضا الجلوس الصحيح وبعد ذلك بدلنا الله نتكلم عن الجري الصحيح وأخيرا حركة الذراع من مفصل الكتف بشكل صحيح درسنا اليوم اتزان المنخفض على الركبة والساق طيب كيف نقدر نطبق الصورة الأمامنا الآن بطريقة صحيحة عندنا رقم واحد وضع الكفين على الأرض لو لاحظنا الآن هذه الذراعين والكفين تكون على الأرض باتساعة الصدر وتكون الكتفان عموديتان على الكفين رقم اثنين تشير الأصابع الكفين إلى الأمام هذه نقطة جدا مهمة دائما نحاول الأصابع تتجه إيش إلى الأمام وتكون اليدان ممددتان بشكل كامل وأيضا ثلاثة يتجه النظر للأمام والأعلى بشكل جدا بسيط لو لاحظنا الآن النظر نحاول يكون إلى الأمام مثل ما واضح أمامكم في الصورة التوضيحية وأيضا يكون وجه قدم الارتكاز ملامس للأرض لو لاحظنا الآن هذا الوجه ملامس إيش للأرض وصابع القدمين متجتين للخلف والساق مع الركبة ملامسة للأرض تكون الرجل الحرة على كامل امتدادها لو لاحظنا الآن هذا تسمى الرجل الحرة على كامل امتدادها وأيضا يكون الظهر في وضع تقوس الأعلى بشكل بسيط طيب الآن ناخذ مراجع بسيطة على درسنا اليوم عندنا الآن صورتين يقول أي من الصورتين تمثل الاتزان المنخفض على الركبة والساق عندنا الصورة رقم واحد ام الصورة رقم اثنين نبي نركز الآن لاحظ صورة التوضيحية عندنا الآن صورة قم واحد اليدين وعندنا الركبة وعندنا أيضا القدم وهي الصورة الصحيحة ممتازين وهي صورة تطبيق مهارتنا اليوم لاحظنا الآن يدين على الأرض وأيضا الركبة وقدم الحرة بكامل امتدادها في الهواء كذا حبايبي يصير تعرفنا مع بعض طريقات الاتزال المنخفض على اليدين والركبة والساق بشكل صحيح ونأكد ما نقدر نطبق إلا إذا توفرت عندنا عوامل الأمن والسلامة وتوفر عندنا الشخص الخبير اللي يقدر يصحح لنا تطبيق المهارة كذا تهينا من درسنا اليوم يعطيكم العافية على سننصاتكم وأستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته